تتزيد التحذيرات من نشر الفكر المتطرف في تونس جديدها ما يحذر منه الحزب الدستوري الحر التونسي عبر اعتصامه المفتوح أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرئيسة الحزب عبير موسي أكدت أن الاتحاد يشكل تهديدا للمنظومة التربوية في تونس وينشر الفكرة المتطرف بين الشباب التونسي متهمة حركة النهضة بالوقوف خلف هذا الاتحاد ومؤكدة وجود علاقة عضوية بين الطرفين أما العلاقة الأكثر من واضحة فهي بين حركة النهضة وتركيا التي تعمل على تعزيز حركات التطرف في تونس ووجود الإرهابيين وتصديرهم إلى شمال إفريقيا وأوروبا فكيف عملت ولا تزال أنقرة على تصدير الإرهابيين التونسيين إلى أوروبا نرحب بضيوفنا في هذا الحوار من تونس الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية علي العلاني من باريس الكاتب الصحفي مصطفى توصى ومن أسطنبول الكاتب والبحث السياسي مصطفى أوزجان أهلا بكم جميعا معنا إلى هذا الحوار الليلة أبدأ معك أستاذ العلاني ما أعلنت عنه رئيسة الدستوري الحر عبير موسي اليوم خلال هذا الاعتصام المفتوح أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطر جدا على مستقبل تونس وعلى مستقبل شبابها أيضا إلى أي مدى باستطاعة هذا التحرك هذه المطالب هذه الأمور التي سموها بالقانونية خطوات قانونية يقومون بها بإمكانها بالفعل تقويد عمل هذه الجهات في الداخل التونسي التي تعمل على نشر الفكر المتطرف مساء الخير وتحية لك ولكل ضيوفك الكرام وكل أسادة المشاهدين أعتقد أن الشارع التونسي مختلف كثيرا ويعني رافض لبعض هذه الأوضاع التي تتسم بنمو الفكر المتطرف في تونس خاصة بعد 2011 عندما تم تركيز هذا الفرع لاتحاد العلماء المسلمين الذي أسسه يوسف القرضاوي بالنسبة إلى تونس تعتبر أن هذا الفرع لم تكن له أي فائدة على مستوى نشر الفكر الديني بل تزامن بكل أسف مع موجة من تجنيد المقاتلين التونسيين نحو بؤر التوتر يعني منذ 2011 إلى اليوم نجد أن هناك آلاف من التونسيين هناك تقارير تتحدث عن خمسة آلاف وتقارير تتحدث عن سبعة آلاف وهذا بطبيعة الحال آثاره بدأت تبدو في الأشهر والسنوات الأغيرة اتحاد العالمي لعلماء المسلمين بطبيعة الحال هو اتحاد يتبنى فكر الإسلام السياسي ويسهل عملية انتقال عدد لا بأس به من هؤلاء المقاتلين التونسيين ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر فنحن نعرف أن يوسف القرضاوي أفتى بضرورة الجهاد في سوريا وهذا الفرع بطبيعة الحال الذي ضخت فيه أموال كثيرة كان يؤطر هؤلاء الناس ويقدم لهم ما معنى الفكر الديني وفتاوى القرضاوي من بينها هذه الفتوى التي تخص القتال خارج البلاد وهذا أضر كثيرا بالوضع الأمني في تونس حتى أنه تسبب في فترات لاحقة في اغتيالات سياسية معروفة اغتيال شكوري بالعيد واغتيال محمد الإبراهمي عندما تطورت ظاهرة التطرف الديني هناك وتسبب أيضا في تخلخل المنظومة الأمنية التي لا تزال تشكو من بعض التداعيات إلى حد الآن ولو أنها تعافت بنسبة أكثر من 80% لكنها في الفترة الأولى خاصة في الفترة التي خرج فيها الكثير من التونسيين إلى خارج البلاد هؤلاء التونسيين جزء منهم كان يتردد على بعض الجمعيات الدينية الممولة من طرف بعض الجمعيات الخليجية وخاصة قطر وأيضا من هذا المركز المركز اتحاد علماء هلأ هو أستاذ العلاني سنعود لنتحدث عن الدور الذي لعبوا هذا الاتحاد في نشر هذا الفكر وإيصال هذه الأفكار المتطرفة إلى بعض الشباب التونسي لربما أعاد اعتداء نيس الأخير الذي نفذه التونسي وصل حديثا إلى فرنسا كما قيل الجدل حول هذه العمليات سأوجد سؤالي لسيد مصطفى توصى يعني عمليات على ما يبدو تخطط انطلاقا من الداخل التونسي عبر مسارات الهجرة غير القانونية كما تبعنا في حالة منفذ اعتداء نيس الأخير ما الخطر الذي يشكله هؤلاء في حال استمرار دعم وتساهل جمعيات أو اتحاد كالذي نتحدث عنه الليلة لهذه الجماعات التي يأتون منها يتربون على أسسها ويذهبون لتنفيذ عملياتهم في الخارج صد مصطفى نعم هذا خطر كبير والوعي الأوروبي حاليا والفرنسي وهو أن تتحول تونس تحت ضغط هذا التأثير السلبي والمجرم على بعض الشباب في تونس أن يتحولوا إلى مشاريع إنتاج عمليات إرهابية صحيح أنه عندما كشف أن هوية الشاب الذي قتل مؤمنين في كنيسة نيس هو من تونس ربما ترعرع في أحضان هذه الحركة الإسلاموية التي تد تحظى بدعم قوي من تركيا كانت هناك علامة استفهام ما الذي يمكن أن ينتج عن هذه الاستراتيجية التركية في المنطقة تركيا تعتبر تونس هي الحلقة الضعيفة في شمال إفريقيا تعتمد على وكيلها في المنطقة وهو حركة النهضة لكي تجيش الشارع التونسي ليس بالمفاجأة أن يكون الجماهير الغفيرة التي التحقت في السنوات القيلة الماضية بتنظيم داعش الإرهابي جاءت من تونس لأن كانت هناك أرضية كانت هناك أجواء تهيئ من طرف النهضة ومن طرف العراب التركي لهذه الاستراتيجية إذن هناك تخوف كبير من أن تستغل تركيا هذه الحلقة الضعيفة التي هي تونس لكي تضع موطئ قدم لها في هذا البلد وتستغل موارده البشرية وتوظفهم في مشاريع إرهابية هذا تخوف كبير لذلك هناك دعوات دولية من أن تكف تركيا على تدخلها في البلدان وعلى استعمالها للورقة الإسلامية التي تتحول في بعض الأحيال إلى ورقة إرهابية لكن لحسن الحظ أن هناك ديناميكية خاصة بالمجتمع التونسي هي التي وقفت سدا منيعا أمام هذه الاستراتيجية وتحاول أن تقبرها في المهد وتحاول أن تثير الاهتمام الرأي العام الدولي والقوى الدولية بأن تركيا دولة تعبث بأمن تونس وتحاول أن تستغل تونس في أجندات عنيفة وإرهابية سواء في شمال إفريقيا أو في أوروبا لا ننسى بأن تركيا حاولت أن تجيش تونس في تدخلها العسكري في ليبيا لكن التونسيين والسلطات التونسية رفضت قيس سعيد رفض ووزير الخارجية رفض لكن الغنوشي باسم تونس ذهب وتفاوض مع أردوغان وهذا شيء غير شرعي ويظهر الأجندة الإجرامية لتركيا في المنطقة سنتحدث عن هذه الأجندة بالتحديد عن ما سميت العراب التركي أستاذ مصطفى مع ضيفنا من أسطنبول سيد مصطفى أسجان أستاذ مصطفى تركيا متهمة اليوم بالوقوف وراء حركة النهضة في دعم التطرف في تونس قبل تصديره إلى أوروبا السؤال اللي يطرح أمام هذه الأجندة التركية بماذا تستفيد أنقرة من كل ذلك؟ تركيا أصلا لا تصنف طبعا نهضة حركة النهضة على أنها متطرفة بل حركة النهضة أكثر من هزب العضالة وتنمية إذن من يقود من؟ هل تركيا تقود هزب النهضة أو حركة النهضة؟ أم حركة النهضة مستقلة بنفسها يقود نفسه بنفسه؟ هذا ما تراه تركيا يعني هي حركة مستقلة لا تتبع أي جهة لا تركيا ولا غيرها ولا تركيا لتركيا لا تصف هذه العركة بأنها حركة متطرفة أو غيرها هي المشكلة لا تكمن أستاذ مصطفى بمن يقود هي المشكلة تكمن بمن يدعم هذا الإرهاب بمن يدعم هذا الفكر المتطرف وبمن يتخذ قرار هل هناك مؤشرات؟ إرسال مقاتلين لربما أو شخصيات من قبلهم لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل الأوروبي هل حركة النهضة هي التي أرسلت المتطرفين أو الجهاديين إلى أوروبا؟ لا ليس هناك أي إشارة ولا مؤشرات ولا أي دليل حتى يقوم بتدليل على أن حركة النهضة هي التي ترسل أو أرسلت بعض المتطرفين إلى أوروبا لقت ناس أبرياء هناك لا ليس هناك أي دليل على ذلك بل هناك حالة متطرفة من الجانب الإلماني نستطيع أن نقول تقولون إسلام السياسي وهناك علمانية سياسية يمثلها أو باك ماكرون هو يحتكر الإسلام فهو متطرف بامتياز هذه هي حقيقة وأيضا عبير موسي أو موسى أو حالة وردية كلهم متطرفون ينتمون إلى طيار الإلماني هم الذين يؤججون صراع بين الإسلامين وغير الإسلامين يمكن أن يكون هناك أصلا حالة حادية بين الطرفين وصلت الفكرة أستاذ مصطفى أشرت إلى موسيقين بالدرجة الأولى أساسيتين سأطلب من سيد مصطفى بعد قليل الرد على الجزئية الخاصة بالطرف الفرنسي وأذهب مباشرة للأستاذ العلاني حتى نتحدث عن نقطة أثارها الأستاذ مصطفى أزجان أن حركة النهضة لا تصدر الإرهابيين كما قال أعود إلى كلام عبير موسى أستاذ العلاني لأكدت أن قيادات رئيسية في هذا الاتحاد المتهم مباشرة بدعم هذه الأفكار المتطرفة هي قيادات رئيسية من حركة النهضة وبالتالي اليوم هل بات من الواضح من هي الجهات التي تقف وراء تصدير الإرهاب هو في الحقيقة ربما لتوضيح الأستاذ أزجان حول أن النهضة لم تصدر هؤلاء الإرهابيين نحن نتحدث عن مسؤولية حركة النهضة عندما كانت في الحكم من 2011 إلى 2013 في تلك الفترة يجب أن نعرف أن الظاهرة الإرهابية في تونس تضاعفت عشر مرات كيف ذلك؟ كانت هناك قبل سنة 2011 كانت هناك عملية إرهابية واحدة في تونس كل خمس سنوات وبعد 2011 أصبحت هناك خمسون عملية إرهابية في ظرف خمس سنوات هل أي عاقل يستطيع أن يستنتج من هذا الرقم؟ وبالتالي تطور الظاهرة الإرهابية لا يعود إلى الطيارات المعادية لطيار الإسلام السياسي بقدر ما يعود إلى ذلك الإنفلات الأمني والفكري والديني نحن كلنا نعرف أن هناك سيطرة كبيرة على المساجد في تونس بعد 2011 من طرف حركة النهضة ومن طرف السلفية العلمية والسلفية الجهادية وكان كل ذلك تحت أنظار السلطة الحاكمة لا ننسى أنه في فترة حكومة الترويكا للنهضة كانت هناك الخيمات الدعوية منتصبة كل أسبوع أمام المؤسسات التربوية وأمام المستشفيات وتجند المقاتلين نحو بؤر التوتر وكان ذلك تحت أنظار السلطة الحاكمة الكل يعرف أن أبو عياد زعيم أنصار الشريعة أقام اجتماعا كبيرا في القيرواني حضره أكثر من خمسة ألاف شخص في 2012 وكان ذلك تحت أعين أنظار السلطة وقيل في هذا الاجتماع نحن كلنا أسامة بن لادن في تلك الفترة إذن هذه الأجواء هي التي جيشت عددها من التونسيين وتجنيدهم بالمال الفاسد وبالفكر المتطرف لكي يذهبوا إلى بؤر التوتر وإلى اليوم تونس تعاني وتقاسي من عودة هؤلاء البعض منهم جاء التقارير الأوروبية والأمريكية تقول أن هناك أربعة ألاف تونسي دخلوا إلى سوريا عبر البوابة التركية واليوم عاد منهم 2500 إلى ليبيا والبعض منهم ربما تسلل إلى البلدان الأوروبية إذن هناك مشكلة أمنية كبير مطروح في تونس بالإضافة إلى كلفته الاقتصادية وبالتالي لا يمكن أن نقول أن ما حصل هو لا شيء الآن لجنة تسفير المقاتلين التونسيين نحو بؤر التوتر وقع إجهاضها وهي لجنة برلمانية سأعود إلى هذه التفاصيل لكن هذه المشكلة الأمنية التي أشرت إليها وصلت الاتحاد الأوروبي اليوم يناقش استراتيجية مواجهة الإرهاب والتطرف داخل أراضيه سنسأل سيد مصطفى عن ذلك بالتحديد سيد مصطفى ما فائدة تشديد الرقابة إغلاق الحدود لربما تمكين العمل الاستخباراتي المشترك بين هذه الدول في ظل عدم إيجاد استراتيجية واضحة لتشفيف منابع تمويل الإرهاب حتى الساعة يقال أنه يتم غض النظر عن الجهات الممولة نعم لكن دعيني أذهب أكثر مما قاله الضيف في تونس أحزاب مثل حركة النهضة متهمون من طرف مختلف الأوساط الاستخباراتية الأوروبية بأنهم يجيشوا ويشتغلوا على الأدمغة والأفئدة ويهيئوا اليد العاملة التي يمكن أن تنخرط في مشاريع إرهابية هذه المعادلة واضحة المعالم لذلك أن تصل هذه الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا أن تغلق الأبواب أمام الأئمة الآتون من تركيا من المغرب من الجزائر وحتى من تونس فهذا يعني بأن هناك وعي بأن هؤلاء الأئمة يحملون خطابا متطرفا يزرعون سما في عقول هؤلاء الشباب ويدفعوهم بطريقة أو بأخرى إلى المرور إلى الفعل الإرهابي هذا وعي أوروبي وهذه مرحلة وهذه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع من ينشر ومن ينتج الخطاب الديني المتطرف صحيح معك حق عندما تقولين بأن لحد الساعة هناك نوع من الاحتشام الديبلوماسي الأوروبي لا يريدون أن يوجه أصابع الاتهام للدول التي تقف بطريقة واضحة وراء تمويل واحتضان الجماعات المتطرفة في أوروبا وهنا الاتهام موجه إلى قطر كانت هناك عدة تقارير إعلامية واستخبارات يتقول بأن الديبلوماسية الغير مرئية لقطر هدفها الأساسي هو تشجيع وإنعاج هذا الخطاب المتطرف في أوروبا لاستعماله كورقة ضغط هناك وعي حاليا واتهام متوجه إلى تركيا بطريقة واضحة لكن نحن نسير نحو هذه الفترة المقبلة التي سيأتي فيها الكلام بطريقة موجهة إلى هذه العواصم التي تجعل من الإسلام السياساوي وتجعل من المسلمين في أوروبا ورقة ضغط على الدبلوماسيات الأوروبية هذا واقع جديد يجب أن نتعامل معه بطريقة أو بأخرى يعني على كل حال أستاذ مصطفى طوصة وأستاذ مصطفى أسجان في هذا الإطار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تنقل ما بين باريس وتركيا عمل على هذه النقاط الأساسية وتحدث عن تنصيق أمريكي أوروبي لمواجهة تصرفات أنقرة أستاذ مصطفى أسجان كيف طلقت أنقرة بداية هذا الخبر هي التي تخشى بشكل كبير هذا التقارب الأمريكي الأوروبي علما أن الولايات المتحدة هي لربما من طلبت من الجانب الأوروبي مرارا التريث تجاه هذه الممارسات أو ما تقوم به أمقرة أنا أرى أن هناك مسؤولية كبيرة جدا للأوروبيين على أساس كما قال مفتي مصر شوكي علام أن جيل الثاني الثالث أو نصفهم ينتمون إلى منظمات مشبوهة مثل الضوائش وغيرها إذن هم يعيشون في أوروبا كيف تحول إلى المتطالفين لأن الأوروبيين لم يستوعبوهم بل تم إكساهم تماما لذلك هم ربما أنا طبعا أرى أن هذا التحديد أو هذا التطير مبالغ فيه ولكن وإن كان أقل كيف تسنى لهم أن يتطرفوا في داخل أوروبا إذن أوروبيون هم الذين عقصوا بهم ونبزوهم حتى إلى أحطان منظمات مشبوهة إذن أوروبيون هم المسؤولون حتى هم استعملوا مثل هذه الشخصيات محمد مرح وغيرها ودفعوهم إلى الشرق الأوسط لزيارة الدول الشرق الأوسط حتى يتسنى لهم اتهمهم بأن هؤلاء أشخاص أو شباب يتجولون في أعماق شرق الأوسط ويتبنون أعمال متطرفة ثم يعودون إلى أوروبا لتدليل على أن هناك إرهاب إسلامي أو تطرف الإسلامي هم الذين يدفعون هؤلاء إلى الشرق الأوسط مع أنك أستاذ مصطفى أسجان لم تجبني على سؤالي وعلى تعليق أنقر على هذه التطورات أو على هذا التقارب الأوروبي الأمريكي لكن سأترك الكلمة لسيد مصطفى توصى للإجابة على ما ذكرته الآن أستاذ مصطفى توصى السيد أسجان يقول أن الأوروبيون مسؤولون جوابا على سؤالك حول مايك بومبيو وتصريحاته الأخيرة لسوء الحظ بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة لدول المنطقة أن الولايات المتحدة وخصوصا مايك بومبيو تبنى هذا الخطاب الحاد تجاه تركيا في آخر ولايته لا ننسى بأن عندما كانت دول الاتحاد الأوروبي تحاول أن تعاقب وتردع القيادة التركية عن عبثها بأمن الإقليم وتدخلها في ليبيا، في تونس، في العراق، في اليونان، في أذربيجان كانت هناك آدان صماء بالنسبة للإدارة الأمريكية وكان هناك تواطئ بالنسبة للإدارة الأمريكية التي كانت تحاول أن تجعل دول الاتحاد الأوروبي تتريد في آخر المطاف كان هناك خطاب حقيقة قاله مايك بومبيو عندما التقى جوئيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي وإيمانيو الماكرون وعي قوي بأن تركيا التي يقودها أردوغان تحولت إلى عامل يزرع الفتنة واللا استقرار ويهدد أمن المنطقة لذلك نحن نتأمل أن في الحقبة المقبلة عندما يأتي الديمقراطيون يأتي جو بايدن تأتي إدارة جديدة وتجد بأن هذا الوضع المتردي في علاقة تركيا مع جوارها الأوروبي والمتوسط ستكون هناك خطوات رادعة ورسائل حازمة للقيادة التركية بخصوص مسؤولية الاتحاد الأوروبي بمسؤولية الدول الأوروبيين عن تطرف هؤلاء الشباب هذه المقاربة الماركسية ربما قد تجاوزها الزمن ليس الفقراء الذين يقومون بعمليات إرهابية أو المحرومون الذين تم الاشتغال على عقلهم وعلى عقيدتهم وعلى أفعدتهم وهنا الخطورة الأكبر من له مصلحة نعم وهنا الخطورة أستاذ مصطفى طوصة سنعود لذلك لربما في هذا الحوار لكن أستاذ العلاني أشار سيد مصطفى طوصة الآن إلى الخطر الأكبر هو هذا الفكر المتجذر اليوم يسيطر لربما على جزء من شباب تونس كما ذكرت لنا إلى أي مدى اليوم طرد التنظيم كما قالت عبير موسي وشددت على هذه النقطة بإمكانه أيضا أن ينهي هذا الفكر كلنا يعلم أن القضاء على هذا الفكر لبات له تأثير كبير على المنظومة التعليمية وهذا الخطر كبير جدا كل ما هو تعليمي وتربوي داخل بلاد تونسية هل يمكن بالفعل إن كان بإمكاننا القضاء على هذه التنظيمات القضاء على هذه الحركات القضاء في نفس الوقت على هذا الفكر الذي تشبع به بعض الشباب بطبيعة الحال أنت الآن وضعت الأصبع على الجرح الحقيقي وأنا كنت أستمع إلى كلام السيد بومبيو في بداية الحوار في بداية البرنامج وعفوا إلى كلمة وزير الدفاع الذي قال نحن قضينا على داعش وبعد ذلك قال نحن ما زلنا نتحسب لخطر داعش صحيح إذن القضاء على التطرف بطبيعة الحال لن يكون بوسائل أمنية فقط المتطرف يحمل فكرة والفكرة لن تنزعها إلا فكرة مضادة وبالتالي هناك برنامج ما يسمى بمقاربة الأمن الشامل هذه المقاربة التي تقوم على جملة من الأبعاد البعد من بينها البعد الفكري والديني والتعليمي والأمني طبعا وهذه الرؤية المتكاملة يجب على كل بلدان العالم بما فيها تركيا أنا أعتقد على عكس ما يتصور الكثيرون أعتقد أن تركيا ستكون مقبلة في الأشهر وربما في السنة القادمة على تغيرات جذرية وسياسية وعلى مستوى تعاملها مع تيارات التطرف الديني أو تيارات الإسلام السياسي أنا أتصور أن الإسلام السياسي مع إدارة بيدن سيضعف كثيرا وتركيا لن تكون مصلحتها مع هذا التيار وستضطر إلى ربط علاقات مع جيرانها تقوم على أساس المصالح ومحاربة في نفس الوقت محاربة الفكر المتطرف الجهادي وفكر الإسلام السياسي وبالتالي عملية غسل الدماغ الذي تحدثت عنه أهميتها في أن هذه العملية تستوجب خطابا بديلا وربما في مناسبة أخرى نتحدث عن هذا الخطاب أنا كتبت تقريبا عشر مقالات في كيفية تأهيل تيارات التطرف العميف وهذا بناء على جزء من التراث وجزء أيضا من الفقه الإسلامي المعاصر ويجب أن تتضافر جهود الدول العربية والإسلامية وحتى أيضا الأوروبيين وتكون هناك ورشات فكرية هامة لأن خطر التطرف يضرب أكثر من مئة دولة في العالم فلابد من هذا الخطاب البديل وهذا الخطاب البديل هو الوحيد مع تحسن الحوكمة وتحسن الأوضاع الاجتباعية هذا الخطاب البديل هو الوحيد الذي يمكن أن يقلص من خطر الإرهاب وبالتالي أعتقد أن المستقبل سيكون في العالم أفضل إذا تمكننا من إنجاز هذا البرنامج الهام ونتمنى أن تكون لنا مناسبات لنتحدث عن الأجزاء الرئيسية في هذا البرنامج سنتحدث قريبا عن هذا الخطاب خطاب التسامح والانفتاح شكرا أستاذ العلاني على الإشارة إلى ذلك وشكرا لمشاركتك معنا الخبير في شؤون الجماعية الإرهابية علي العلاني من تونس ونشكر أيضا ضيفنا مصطفى توصى الكاتب الصحفي من باريس والشكر الموصول لضيفنا من أسطنبول الكاتب والبحث السياسي مصطفى أسجان شكرا لكم